السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تلتة سنة وحبايب اللي بعمليني ابطال ان شاء الله هنحل مع بعض الزاتونة واسف جدا على التأخير. ان شاء الله هنشد في الكتب ده ولازم نخلص كله ان شاء الله. اه طبعا كانت من اهم اللي عندنا وان شاء الله هنحل على الكلمات دي كلها. وهنحل كمان على اللي هو بلغبة كتير ولكن فكرته سهلة وبسيطة ان شاء الله. وهنشع كل حاجة بالتفصيل وهنعمل كل حاجة ان شاء الله بس ننساش قبل ما نبدأ نصلى على النبي. اللهم نصلى على محمد وعلى الله وصحبه وسلم وتعمل اشتراك لو انت مش مشترك. وتعمل لايك بالفيديو عادي ما فيش اي مشكلة لو عملت لايك بالفيديو. لنسبة اللايكس على الفيديوهات يعني قليلة جدا مقارنة بالمشاهدات. فالدعم البسيط منك ممكن تعمل لايك ما فيش اي مشكلة. برضو لو مش هستعمل برضو وفيش اي مشكلة. آآ انت ورحتك يعني بس تقدير حلو برضو. تمام. ولكن اول جملة نقول بسم الله. آآ تمام نغير اللون. وي. ولكن نحن ما زلنا نحاول آآ التأثير بتاع اللقاح الجديد. تمام? نقيم ولا نستبعد ولا اللي هو يمكن الوصول او يمكنه الوصول ولا اللي هو آآ قيم او آآ ثمين او ذو قيمة. طبعا احنا ما زلنا نحاول آآ تقييم تمام كده فعالية اللقاح الجديد. بمعنى يا شباب آآ اللي هو يستخدم او تختلف الجرعات المستخدمة. تختلف الجرعات المستخدمة بين الاطفال والاي والقبار. كلمة دي معناها يتنوع او يختلف او تنوع. تمام? آآ بتساوي ايه بقى يا شباب لو يحافظ على ولا يحافظ على برضو ولا يحافظ على ولا يتغير برضو هتبقى معناها ايه كل دول بمعنى واحد. يبقى هي يا شباب ودول سنعرف اللي هي جرعات. آآ رقم تاتي ولكنه هو يقرأ التأخير و ايه كمان بكل اشكاله. آآ وفد ولا نشاط ولا التسويف ولا اللي هي الانتاجية. اكيد بيقرأ التأخير والتأجيل. تمام? آآ اللي بعدك يا شباب هي من دول شباب آآ طريقة دقيقة لتقييم اداء الموظفين. ايه بقى يا شباب؟ منتج ولا انتاجي او اللي هو مثمر او منتج حاجة منتجة يعني او ايه منتجات ولا الانتاجية طبعا هتكون الانتاجية طريقة دقيقة لقياس ايه آآ الاداء بتاع الموظفين او العمال. تمام? يعني لو انتجيته كويسة يبقى كويس. لو انتجيته ضعيفة يبقى عايز يشتغل على نفسه او المؤسسة اللي بيشتغل فيها يتوفر له آآ كورسات وحاجات. رقم اربعة. رقم خمسة يقول لك هنا هو يعاني من ايه شديد عندما او لما فقد وظيفته تمام؟ اللي هي سعادة ولا اكتئاب ولا مربك ولا آآ يسبب الضغط طبعا هتكون هو عانى من اللي هو الاكتئاب او الحزن الشديد. انه الوقت للتوقف. توقف عن ايه? وتكمل المهمة او الوظيفة المانو طبيق. انتاجية ولا النشاط ولا تنبؤ ولا طبعا توقف عن التسويف وخلص المهمة اللي عليك. بمزيد من السيارات على الطريق. الازدحام المروري يكون ايه? امر حتمي لا مفر منه. ولا يمكن الاعتماد عليه ولا مضغوط ولا متاح. طبعا في سيارات كتير بمزيد من السيارات على الطريق. الازدحام المروري بيكون اللي هو امر حتمي او لا مفر منه. قرارك سيؤثر بشكل كبير او بشكل ملحوظ على مستقبلك. اه عكس كلمة تمام? احنا عقلنا بشكل ملحوظ او بشكل كبير. اه عكسها ايه? بشكل خاص بشكل ملحوظ يعني بدون اي اهمية او اه بدون جدوى. ولا بشكل محدد. طبعا بشكل ملحوظ او بشكل كبير. طبعا هتبقى اللي هي بدون اي جدوى او بدون اي اه ملاحظة. تمام? يمكن ان نلقاول ان احنا مبسوطين بالعمل السنادي او بالشغل اللي احنا قدمنا السنادي. ولا بشكل مجمل ولا طبعا هي شباب هتكون بشكل مجمل او برضو بتيجي بمعنى اه بشكل كامل تمام? او قبل كل شيء. رقم عشر بقول لك هنا هذه واحدة من السلبيات العمل هنا او من سلبيات العمل هنا. كلمة دي ممكن استبدلها باي او ايه الكلمة اللي بتسويها? طبعا عارفين اللي هي سلبيات. تمام? سلبيات برضو او عيوب مش هتنفع. لانها بتسويها انا عايز عكسها. اه السورة شباب هو عايز اه كلمة بتسويها يبقى اه اللي هي بتسوي سلبيات او عيوب وكمان بتسوي تمام? اه ايجابيات مش هتنفع لاني انت عكسها. فوائد برضو مش هتنفع اللي هي اه اه اللي هي اسمها ايش بتسويهم برضو اللي هي فوائد او ايجابيات برضو مش هتنفع. انا عايز سلبيات يبقى تمام? يبقى عندي سلبيات كونز او او اه وعند عكسهم تمام? اتمنى لاتكن فاهم اللي هي بقوله. هي بتكتب ايه? عن الاكل. تنشر كمان اه بتشارك الوصفات الطعام ونصائح اه وتقييمات للمطاعم. يبقى هي بتكتباش بها بايميل ايميلات رسالة الالكترونية ولا بلوج مدونة ولا تعليق ولا رسالة طبعا هي بتكتب كل الحاجات دي في البلوج بتاعها. وده رقم حداشر. رقم اتناشر بقولك هنا اه ولكن الكمبيوتر الجديد يعني هيحرق الاسعار ويزود الايه يا شباب? تأثير ولا اه مؤثر او فعال ولا اه اللي هي فاعلية وكفاءة ولا يؤثر طبعا هتكون اللي هو وهيزود الايه الكفاءة. المدرسة تنظم رحلات لأماكن تثير الاهتمام. اللي هي معنى منضبط او دقيق مضبوط يعني صفة متنوع ولا سيم نفس الشيء ولا آآ تنوعي. دي متنوع صفة. تمام? دي تنوع. تمام? اللي هي آآ اسم. يبقى اكيد وهنا اسمه وما ينفعش اسم ورأسم. يبقى اماكن متنوعة مثيرة للاهتمام. يبقى المدرسة بتنظم رحلات لأماكن متنوعة او مختلفة. مثيرة للاهتمام وجميلة يعني. انا شعرت ان احنا حلينا كتير من ايه من المشاكل. يبقى الاجتماع ده كان ايه يا شباب? آآ اللي هو غير مثمر او غير مجدي. اللي هو بلا جدوى او بلا معنى ممل ولا منتج ومثمر. طبعا ده كان منتج ومثمر الاجتماع لانه يبقى لك هنا ايه? حلينا الكثير من المشاكل. خمستاشر بيقول لك هنا. هو خضر عربية بدون ايه بابا? اذن بابا ولا اللاو يسمح ولا ايكسيكيوز اه يعتذر او يطلب مسلا او اللي هي الرخصة طبعا بدون اذن بابا. انا كنت في ايه شاباب? آآ من الصدمة اه لمدة اه لمدة تقريبا اسبوعين بعد الحادثة. بيان او تصريح موضع او وظيفة حالة ولا حاسة او معنى. اه طبعا هتكون اه اللي هي كنت في حالة من الصدمة. حالة من الصدمة. نحن في حاجة الابتقار او اختراع. اه طويل ايه حاجة طويلة الامد وفعالة لتطوير التعليم اللي هي ايبقى استراتيجي استراتيجية اه متطور ولا ستايل سلوب ولا هلبف المفيد او اه متعاون طبعا هتكون عايزين استراتيجية طويلة الامد فعالة لايه لتطوير التعليم. تمام? اه ده معنى اللي هو لسه ما اتطورش يعني. رب ان ننفق في سرطة. بقول لك انها التصرب او التلوث البترولي او السفن اللي بيحصل له اعطال في حاملات البترول وكده لما تمشي في المحيط مسلا ويحصل او السفنة تغرق لقدر ولو احاجة بيحصل تلوث مليوش مسيل لان بتبقى شايلة الاف الاطنان من البترول الخام وغير ومش طاقاته بيحصل تلوث كبير جدا يبقى يكون السبب الايه شباب? لموت الطيور البحرية. وكمان الاسمك وكل حاجة يعني بص دمر من كل ناحية. اه اسكيرس اللي هو النادر ولا نادر برضو ولا الشائع او المشهور اه ولا مهتم به طبعا هيكون السبب الاكثر شيوعا لايه? لموت او لزي يسبب موت الطيور البحرية تخيل? او سرفي بازل مي. او سرفي بازل مي. they are not at all what I would have expected. مزاي ما كنت متوقع? يبقى ايه شباب او 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 السرفي اللي هي من السرفي دي اللي هي الدراسة يحيرني. ايه بتاع الدراسة او ايه اللي في الدراسة دي بيحيرني? دا قوم غير ما كنت متوقع. they are not at all what I would have expected. غير اللي انا كنت متوقعوا. ايه بقى اللي انا كنت غير متوقعوا من الدراسة دي? السبب ولا النتائج ولا يجد ولا مدخل او ادخال. بتجيب كزا معنا كلمة دي. بتجيب معنا مشاركة برضو. بتجيب معنا معلومات. بتجيب معنا كتير معنا كتير يعني. طبعا او النتائج بتاع اه بتحيارني او محيراني. ليه? لانها كانت غير متوقعة. رقم 20 هي تبدو قليلا ايه? كما لو ان شيئا ما يقلقها. يبقى هي بيانة على ان هي ايه? دي معناها شيء يسبب الارتباك ولا آآ شيء يسبب التشتت ولا اللي هي مسرورة ولا متشتتة. اه باين عليها اللي هي متشتتة. تمام? لاحظ بقى اللي هي ايه? لان انا بوصفها هي. قلت مشتتة او شاردة الذهن. شاردة الذهن. بوصف انسانة او آآ الشخص اللي بيحس بالشعور. قلنا ال اي دي. انما لو قلنا ال اي ان جي. ده هتبقى ال ايه? الشيء اللي بيسبب الشعور. تمام? آآ اه بقول لكم مثلا فونز او ديستراكتينج. الايه? التليفونات آآ مشتتة للذهن. او آآ آآ ايه مشتتة للذهن. تمام? هو ده المسائل. انتهى الاجتماع آآ عندما اللي هم المعترضين او المتظاهرين آآ قاتلوا بشدة من المتحدثين. اللي هي فوضى اهتمام او فائدة مسلا سعادة ولا اللي هو آآ مهدد. طبعا اللي انتهى الاجتماع بالكيوس اللي هي بالفوضى لما اللي هم المتظاهرين آآ قاتلوا بشدة المين المتحدثين. اللي بعد كده يا شباب رقم اتنين وعشرين. جميل او المسال ده. بقول لك الامتحانات ليست الطريقة الوحيدة لتقييم مهارات الطلاب. يوجد هناك آآ طرق اخرى لتقييمهم. يساعد ولا يطور ولا يقيم او يحدد شيء ما ولا يطور. طبعا هتكون طبعا بالساوي رقم آآ رقم تلاتة وعشرين. جالنا للنزرق احنا نغير اللون. خلي احمر. عشان ايه? احنا اتخذنا القرار آآ بناء على آآ الموقف. آآ بناء على آآ عايز اقول تحليلنا للموقف. اول ايه? تحليل كلمة هنا معناها تحليل ولا آآ يطلب ولا آآ او آآ يحلل طبعا هتكون تمام? اللي هو تحليل. لو هي اس اي اس اعرف لها تحليل اسم اه اناليس اناليس بس اللي هي يحلل تمام فعل دي الفعل و دي الاسم الفريق اه استحق ان هو يخسر يوضع ايه يا له من عايز اقول اداء مثير للشفقة او اداء مخيب يبقى طبعا هتكون اللي هو ايه شباب اداء مخيب او مثير للشفقة اللي هو مثير للشفقة التمسيل انتاجية طرق فعالة اكثر ستؤدي الى ايه جميل وعظيم جدا انتاجية افكتف فعال تسويف ولا منتج او مثمر طبعا هتكون هتؤدي الى انتاجية رائعة وعظيمة جدا بقول لك هنا اول خطوة للنجاح في حياتك ان انت هدفك تعمل في هدفك طبعا هتكون انك تختار او تحدد الهدف سبعة وعشرين بقول لك هنا هل هناك اي حاجة او هل هناك في المكتب اللي انا ممكن استخدمه عشان اش هيترفوني اللي هو الفيشة ولا لينك رابط ولا اتاج يرفق بي ولا طبعا عايز اللي هي الفيشة اللي هي اه فواتير القهربة او فواتير الطاقة هذا الشتاء في كل العالم اللي هي اهمية ولا بشكل ملحوظ او بشكل كبير اللي هو يدل او يفيد او يعني طبعا زادت بشكل كبير رقم تسعة وعشرين بيقول لك هنا اه بقول لك هنا اه الاخبار السيئة او اثارة الاخبار السيئة اه ايه كبير جدا بين الناس عن قلق ولا انترستنج مثير ولا غضب اه غضبان اه او غاضب يعني اللي هو قلق طبعا اثارت قلق شديد انا عايز اسمها لان دي صفة اه عن الجزائط اللي هو قلق كبير تمام نحن نحتاج الى نحن نحتاج الى اه مواد خام عالية للوظيفة دي او للشغلانة دي ولا 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 تمام ايه الوظيفة هتحتاج فيها مواد ممكن تحتمل معناية لو عايز جودة مواد خام جودة عالية مواد خام بجودة عالية لصناعة شيء ما فتبقى طب هنا لو عايز ممكن لهذه الوظيفة يمكن يكون عايز مهارات اه تعليم عالي مسلا او درجة او كفاءة علمية عالية للوظيفة دي ممكن تبقى تمام تحتمل في جمل كده ممكن تفهمها باكتر من طريقة تمام قل له رأيك في التعليقات بس انا اخترت اللي هي امراض المزمنة اللي هو مرض السكر السلطان ربنا عافينا جميعنا ويش فينا ويش في كل مرض المسلمين يا رب العالمين ممكن يؤدي الى ايه شباب الامراض المزمنة دي ممكن تؤدي الى ايه السعادة ولا الاكتئاب ولا اللي هو مضغوط ولا اللي هو الانطباع طبعا ممكن تؤدي الى تمام احنا بنعمل ايه في الموقف يا شباب بعناية جدا قبل ما نتخذ القرار بنعمل في ايه بنتضمنه او نشتمل عليه او يشتمل عليه بنستبعده ولا بنقدره ونقيمه ولا بنختمه طبعا اكيد بنقيم الموقف وبناسس الموقف قبل من ايه شباب قبل ما نتخذ القرار البوليس عايز اقول بيكون بتقدم ملحوظ او جميل جدا ومهم في مكافحة اه جرائم الانترنت او جرائم الكمبيوتر ولا كارينج ولا رانينج ولا ميكينج طبعا بروغريس بتاخد الفعل ميك يبقى تبقى ميكينج كاربعة و تاتين تمام الناس او ايه بتاع الناس يعني في تناول اكل صحي اه زاد جدا في السنوات الاخيرة دي اللي هو يعترف او يعرف ولا اه اوارنس الوعي ولا اللي هو واعي او مدرك ولا اه اللي هو السماح طبعا هتكون اوارنس اللي هو وعي الناس زاد بالاكل الصحي خلال ايه السنوات الماضية خمسة و تاتين احنا بنبحث عن ايه شباب ليه الوقود الحفري لانه دمر على منع قصون طيبين اللي هو اه امتحان تحديد من مستوى او وضع موارد او اه مصادر بدائل ولا دعم طبعا احنا بنبحث عن اللي هو بدائل للوقود الحفري اللي ضمر الدنيا اللي هو البترول والفحم والحاجات دي كلها اه ده هما راحوا في جولة اه ترحال يعني عبر الغاب ولا اه سكس اوارز ولا سكس اوارز طبعا دي مفرد فهتاخد اه وسكس اوار بس لان ده مفرد وقابله عدد فمش ايه مش هعمل مش مش هجمع المدة الزمنية اللي هو اجابها تمام في حالة او عندما الفكسين ده او اللقاح ينتشر بشكل كبير او يكون متاح بشكل كبير او على نطاق واسع سنعرف اه مزيدا عن ايه بقى الشباب الخاصة به فعليته او كفاءته فعال اللي هو اه متأثر به او اثر على اللي هو اه مؤثر او فعال برضو او مفيد برضو ممكن تيجي معنا كده طبعا هنا بتيجي بعدها اسم يبقى تمام احنا هنستنى نشوف لما يكون الفكسين ده يعني متاح بشكل اوسع وبعدين نشوف او بتاعته او فعليته تمام رقم تمانية وتريتين بقول لك هنا الجزيرة بتعرض او متاح فيها اه يعني مجموعة كبيرة جدا من المناظر الطبيعية والحياة اللي هو يختلف اللي هو متنوع اللي هو او اللي هي بتيجي بمعنى تنوع اللي هو متغير او متحول او بتيجي بمعنى متقلب برضو طبعا هتكون اللي هي تنوع اه من اه مناظر الطبيعية والحياة البرية المدير بحرص او بعناية جدا اه فشل ويعني نقاط القوة ونقاط الضعف بتاع المشعور المشروع اللي هو تحليل ولا الريليز اطلقها ولا الريليز دي الريليز دي ويحلل اه ولا اللي هو يتضمن او يشتمل على طبعا انا عايز هنا دي اه ظرف تمام فانا عايز الفعل فهي دي هتبقى ايه الفعل دي الاسم تمام زي ملتلك هناك بقول لك هنا الروايات الروايات العظيمة لتشارلز ديكنز ساهمت اه عايز اقول ساهمت للادب الانجليزي هاردلي بالكاد ساهمت خاص ولا بشكل قليل ولا بشكل كبير طبعا ساهمت بشكل كبير في الادب الانجليزي اه اه او الناس اه ممكن تقول دي اللي هي اه السمان او لا يشبه او غير محبب يميل ولا لديه ولا يجب طبعا بتبقى بيميله لعدم الايه شباب لعدم التمرين او الرياضة يعني بشكل عموم بشكل عام طبعا فيه ناس بتميت بس في الكالب الناس بتضع زمهاية طبعا بتضع زمهاية لان التغيير صعب من الوقاحة ان انت تعمل ايه عندما يتحدث الناس يقول يشرح يقاطع اللي هو يفسر او يترجم طبعا هتكون يقاطع اللي هو الحرام ده راح يسرع البنك عمله في الطاقم العمل والعملاء اللي كانوا في البنك او العملاء اللي كانوا في البنك ان هما ينبطحوا على الارض عملوهم ايه اكبرهم ولا لدعهم ولا هاد اللي هو ساعدهم طبعا هتكون اللي هو اكبرهم اللي هما يعود على الارض ايه وينبطحوا على الارض تمام الدولة تهدف الى الوعي بهمية اللي هو عادلة التدوير اللي هو يثير او يوقظ بيجي بعدها مفعول اللي هو يرفع بيجي بعدها مفعول برضو اللي هو يرتفع ما بيجيش بعدها مفعول اللي هو يحتدم او ينشأ برضو بيجي بعدها مفعول بس انا عايز دي الدولة بتحاول او تهدف الى الرفع وعي او الوعي باهمية ايه اه عادلة التدوير انا مش متفق معها انا مش متفق معها دايما بتعتمد على او بتكون على اساس وليس على الايه على البتاع المنطقي او له التفكير النقدي المنطقي تمام غريب ولا آآ شائع ولا اللي هو الحس الحادس يعني ولا دول اللي هو قبله طبعا هتكون اللي هو الحس العام او الاحساس يعني كده تمام بتاخد قرارتها عن طريق الاحساس والاحساس آآ وليس التفكير النقدي او التفكير المنطقي تمام طبعا ده قرط نجاحه يكون ايه شباب؟ لكل العمل اللي هو وضعه في هذه الوظيفة اه تجيب معنى عقدة او معنى تنقض ولا رفليكشن طبعا هتبقى بمعنى ايه بقى؟ بقولك نجاحه بقولك هنا انعكاس لكل العمل الجاد اللي هو وضعه في هذا المشروع او في تلك الوظيفة ممكن تتوقف عن الكلام بعد اذنك انت بتعمل لي ايه من عملي يزود او يمد بتشتتني مشتت يثببت للضغط طبعا هنا لان يو هنا هو المسبب يو هو المسبب للايه؟ للتشتت فهيبقى اخذ اي اي اين جي لانه مسبب للشعور او اه اللي هي عكس اللي هو غير محدود اللي هي برضو عكسها اللي هي محدود او محدد اللي هو غير محدود ولاك المطعم بيعرض ايه غير محدود من الاطباق الممكن تختار منها اللي هو متنوع تنوع او مجموعة متنوعة من ولا اللي هو اه تغيير او يغير تجيب معنى متقلب طبعا هتكون مجموعة متنوع او تنوع غير محدود من تنوع غير محدود من الاطباق ان انت تختار منها اه ميك البروغرس اللي حلانا فوق بتاخد ميك الشركة دائما بيتحقق نجاح لانهم في الغالب او عادة انسيست بيصروا على ان يكون عندهم اه عمال ايه شباب بشكل غير فعال غير قف او غير اه فعال ولا اللي هو بشكل فعال او بكفاءة عالية اللي هو قف او فعال طبعا عمال قف تمام اللي هو قف رقم خمسين بقول لك هنا نحن نحن نسر على او نهدف الى الرفع الكفاءة او معايير مدارس نعم عكس ريز عكسها دي يرفع ريز يرفع عايز عكسها او يطور دي هنا معنى يطور او يحسن تمام عايز عكسها يحسن مش هتنفع لان عايز عكسها يعز مش هتنفع يقلل يزود مش هتنفع ويتبقى عكسها ايه طبعا دول كلهم بمعنى واحد اللي هي كلهم بمعنى واحد كلهم بمعنى واحد كل دول بمعنى واحد يطور او يحسن او يرفع من شيء ما السؤال المحاور اه اه عمل ايه يعني اللي هو انحياز او تحيز ضد الناس السمان اكبر ولا مشتت ولا تأثر بي ولا عكسها طبعا هتكون الاسئلة بتاعت المحاور عكسة تحيزه ضد اه المين الناس اللي اتخان شوية اه رقم اتنين وثلاثين او اتنين وخمسين قولك هنا هل احتياجات المجتمع تكون اكثر اهمية من حقوق حقوق من الفرد المجتمع برضو ولا اجتماعي ولا الدولة طبعا اللي هو الفرد تمام طبعا فكر في مسألة كده هل احتياجات المجتمع اهم من حقوق الفرد طبعا هو المجتمع ايه غير عدة افراد ودنك من نجاح ماشي ما علينا في مصر اتلاقي كل حاجة تهدو خمسين بقولك هنا ارفع ايدك لو عايز تسأل سؤال بعد اذنك تشرك او يرتفع اللي هو يحيك او يخيط ارفع ايدك واللي امسك ايدك طبعا تبقى معظم الوالدين او الوالدين ايوه عايزين يمنحوا اطفالهم اه اللي هو التعليم الجايد كلمة دي بمعنى عائق او عقبة فوائد او سلبيات اللي هي سلبيات طبعا هتكون عايزينهم عايزين يمنحوهم تعليم جايد عندما يأتي الحديث عن العمل المنزلي الطلاب الكسالة بيأجله ها كيب ولا ولا لا يشبه يعني يساعد ولا طبعا هتبقى بيميله الى الاسم ايه للتأجيل تمام انا تقريبا كده مش قادر اتعرف عليه اتغيرت جدا انا مش قادر اتعرف عليه اذا ما عرفتكيش مستوى انتجيتي بدأ ان هو عندما شعرت بالاحباط بدأ ان هو ايه اكيد ينخفض ريز يرتفع والرائز يرتفع بدون مفعول اللي هو يزيد ولا اللي هو ينخفض طبعا هتكون في اكتئاب يبقى في بلاوي يجب ان اه نزود اه من ايه الطعم بتاعنا لتوفير امدادات كافية اللي هو اعادة الانتاج ولا اه منتج او مثمر اللي هو منتج منتج صفة تمام شيء منتجة او تم انتاجها طبعا عايزين نزود انتاج نافود تزويد انتاج الطعام علشان ايه شباب اه عشان الناس كتير وكده ونزود او على المخزون اللي عندنا في الدولة اللي هو اهدار وقتك او تضيع وقتك كان جميلة قوي يؤدي الى الفشل يؤدي الى برضو ولا ينتج او امان طبعا هتكون ايه و بي بيسوي بعض لا في واحد تانية محن لا ستكر ان دلوقتي نحن نبحث عن عايز اقول بدائل للأا للسمو ايه الوقود الحافره لو بديل او يبدل بدائل والا اكتئاب او تعاسع طبعا هتكون تمام? بضعنا هي يتبادل او يتناوب. انه من الببكر ان نتحدث عن عن اه 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 ارتفاع اه اللي هو يقيم ولا اللي هو يساعد اللي هتبقى اسس لكم ان نبكر ان نقيم تأثيرات ارتفاع الاسعار. من بدر ايه? الدنيا بازت. لكم فعول الناس. انا مش الاشتقلين دلوقتي. عندما يقتل الحديث عن العمل المنزلي طلاب اسمه مية. طلاب الكسالة يميلون الى اكيد التأجيل التشجيع لا ابوست التعزيز او التحفيز لا اموتيفات التحفيز برضو مش هتنفع. يجب ان تجد اه اكثر طريقة اكثر اكيد فاعلية عشان تزبط بها وقتك انت تزبط بها وقتك بشكل غير فعال او بشكل غير كفء ولا بشكل كفء ولا غير كفء ولا طريقة فعالة اكثر لايه? لتنظيم وقتك. اربعة وخمسين اربعة وستيب ولكن لو متقدمين وظيفة دول يحتاجون ايه شباب وايه لأسانيتين خبرة متغلقة بالعمل بتاعهم. خطوة آآ علامة ولا شهادة ولا درجة او صف بالمدرسة طبعا هتكون عايزين شهادة. امبارح هم حضروا محاضرة عن كيفية زيادة اه ايه عند العمال اه في مكان عمل اللي هو السكن او ولا دروب باك العقبة. طبعا هم حضروا اقتماع علشان او ندوة محاضرة علشان يعرفوا كيفية تزويد كفاءة الايه? العمال في مكان عمل. يور موبايل فون كام ميك يو. التفون بتاعك ممكن يمكنك من عمل. وممكن يخليك ايه? ما الافضل ان تضعه بعيدا ايه? وانت بتذاكر. التفون ده ممكن يعمل لك ايه? اناليسز. اناليسز اللي هو يحلل او حللة. خليك تركز. اه ولا مركز برضو. مشتت طبعا اه كان ميك يو ممكن يخليك مشتت او عندما اكون اعمل وعندما اعمل. انا عايز تركيز جدا. اللي هو تركيز عايز عكسها. اللي هو تدمير او اللي هو الفساد. تشتيج ولا بناء. طبعا هتكون ده ما يطلق باشي نفس النطق بالزبط. تشتيج او شروط الزهن. ودي معناها تدمير. تمام? ورقم ده يا شباب الكلمات اتمنى تكونوا استفدتوا. وبنا على طول نخش على الجرومر. وطبعا عارفين اللي هو السببية. طغبة ناس كتير ولكنها سهلة وبسيطة جدا. تمام? لا اله الا الله. تمام? نشوف مع بعض نحلها على طول. طبعا اكيد سمعت ان تشترح في اي مكان. بس اللي هم مشترح الحل طبعا. تعالوا ده مع بعض نشوف نقول بسم الله. ولكن المدرس عايز اقول جعل الطلاب يصححون كل اخطاقهم. تمام? عند حاجة يا شباب ركز معي. الكوزاتف دي لازم اركز على اولا الايه المفعول ده. طبعا انت اه فكرة الكوزاتف اللي انت بتخلى حد يعمل حاجة بناءا عنك. تمام? او بتكبر حد ان يعمل حاجة. اه تمام? او بتدع حد او بتسمح لحد ان يعمل حاجة. المفعول ده. المفعول ده. ممكن يكون مفعول عاقل او مفعول غير عاقل. تمام? هنا. المفعول ده عاقل مصدر ولا تول مصدر ولا تصريف ثالث هنا مصدر لما يبقى مصدر يا شباب اولا مش هتنفع ليه لان بيجي بعدها مفعول عاقل والمصدر ركز معي مفعول عاقل تول مصدر طب لو مفعول غير عاقل يبقى المصدر يبقى التصريف الثالث طب هاد بيجي بعدها آآ مفعول عاقل والمصدر طب لو مفعول غير عاقل او مبني المجهول بيجيب التصريف التالت نفس النظام بيجي بعدها مفعول عاقل وطول مصدر برضو بيجي بعدها مفعول عاقل وطول مصدر هنا دي المصدر بس مفعول عاقل والمصدر يبقى ايه يا شباب اللي بيجي بعدها مفعول عاقل والمصدر هاد طبعا هي هاد في المضارع بس هنا هاد طب ايه كمان يا شباب اللي بيجي بعده آآ مفعول عاقل والمصدر يعني تبقى هاف وميك وليت تلاتة هم هاف وميك وليت بيجي بعدهم مفعول عاقل والمصدر تمام عاكدة نشوف اللي بعده من المستحيل ان آآ يعني خلي بابا او ماما يرتبوا الغرفة بتاعتي هنا تو والمصدر تو والمصدر ايه بقى اللي كان بيجي بعد وهنا مفعول عاقل ولا غير عاقل مفعول عاقل تمام وهنا تو والمصدر كنت قلت لك ان ميك وهاف وليت بيجي بعدهم مفعول عاقل والمصدر فقط انما هنا تو المصدر يبقى مش هتنفع وهاف مش هتنفع وليت مش هتنفع يبقى ما فيش اللي هي لجت لان بعدها مفعول عاقل والمصدر هل تعتقد ان احنا ممكن نخلي بابا انا يخدنا لأسوان؟ ده مفعول عاقل ولا غير عاقل؟ مفعول عاقل. مصدر. تمام؟ هاستبعد. هاستبعد كمان. تمام كده؟ ها طبعا هتبقى لان برضو اللاو لما بيجي بعدها مفعول عاقل بجي بعده طول مصدر. تمام؟ انما بجيب مفعول عاقل والمصدر على طول. تماما تكون فاهمها. هي دي الفكرة اللي بيدور حوالها الموضوع كله. بتحدد هاي المفعول عاقل ولا غير عاقل؟ طب و اللي بعده طول مصدر ولا مصدر ولا تصريف ثالث. وبناء عليه تحدد الفعل في الاول. انتهى الموضوع. انا هروح للتقني علشان او الشخص اللي بيصلح الحاجات اللي هو التقني ايوة. علشان يفحص التكييف بتاعي. تمام? التقني ده. او الكهربائي. تمام؟ التكنيشن بجيب معنى كهربائي. عاقل ولا طول مصدر? طول مصدر. تمام? ايه اللي كان بيجي بعد طول مصدر? عافية السحل هنا فوق. استبعدنا ميك وهاف ولت. هنا برضو نفس النظام. هاستبعد ميك هاف ولت. بقى تبقى جات. كأنك بتقول انا راح اجيب الكهربائي يفحص يفحص الايه? التكييف. راح اجيب الكهربائي يفحص التكييف. وده كانت رقم كام? رقم اربعة. تعالوا نشوف رقم خمسة مع بعض. بولك هنا. لا اله الا الله. بولك هنا انا الكمبيوتر بتاعي تصلح. تمام كده? الكمبيوتر بتاعي تصلح. ده معنى اللي انت ايه? راح اجيب لك هنا وهنا مفعول غير عاقل. تمام كده? وهنا تصريف ثالت. مفعول غير عاقل اهو? اجاب لي ايه? تصريف ثالت. انا حصلت اوانت الكمبيوتر بتاعي تصلح. هل انا اللي صلحته? لا. واحد هو اللي صلحه لي. لم يصلح? لا اقول لك انا حصلت عليه يعني او تم تصليحه لي. ما حد صلحه? لا هو حد صلحه. انا صلحته? لا. مش هتنفع. طب امتى اقول اي فكس ات? لو قلت اي هات فكسد ماي كومبيوتر. لو المثال. لو فكسد ده ايه. بعد هاد. هيبقى اه انت اللي صلحته. انما لو قلت اي هاد ماي كومبيوتر فكسد. يبقى حد اللي صلحه لك. اتمنى تكون فاهم الفكرة. لانها تجي الوقتي. ايوة شخص ما صلحه. طب ليه مستر. عشان اللي فكسد بعد المفعول. عالي عايز اقول علي كان بيقص شعره عندما شخص ما ايه ندى عليه. هنا مفعولة شعر علي. عاقل ولا غير عاقل? واحد يقول شعر علي عاقل. طبعا غير عاقل. وين قط? تصريف تالت. هنا بقى نركز في الزمن. الزمن ده ايه? الزمن ده يا شباب. وين? وماضي بسيط. وهنا علي. طبعا هتبقى مضارة. هتبقى ماضي مستمر. زي ما ماضي مستمر. فين ماضي مستمر? وز هافنج. وز والتصريف التال. والفرب اي نجي سوري. محدش يقول لها مستر هاف ما تحتاج اي نجي. هاف هنا مش معناها يمتلك. هنا هاف معناها يعصر يعني يقص شعره. هاف آآ يعني راح اقصه شعري. معام? مش هتنفع. وهنا مش مستقبل. مضارة التالي بردو مش هتنفع. تمام? ركز بردو في الزمن. بابا دايما بيمنعني من بعدها آآ فروم الفرب اي نجي على طول. هدناها دي كتير فروم واستينج ماي طايم. اسأل واحدة في من طب مفعول. نجي انت الموضوع. جعلني ده مفعول عقله. جعلني اعمل الواجب بتاع ايه تاني. دو ولا 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 ها تبقى يا شباب. طبعا آآ لما يجي ميد. هي ميك يعني في المصدر او هاف او لت وما في العاقل بجيب المصدر. تمام? تمام. ما بجيبش طول مصدر. جت وكتنفع عادي. او فورس مثلا. او آآ جت. تمام? دون مش هتنفع. ليه? لان ده او آآ امتى بقى اجيب بعد ميد تصريف تالت او طول مصدر. لما يجي قبلها لما يجي قبلها وهنا بمعنى يجبر. اجبرتو على عمل الواجب تاني. تركز مع الله يبارك لك. يبقى ميد. لما يجي بعدها مفعول بجيب مصدر عادي. طب قبلها بجيب طول مصدر. تمام? تمام. مدرسي ساعدني على عمل هذه الوظيفة او القيام بهذا المشروع. طبعا بيجي بعدها مفعول يبقى طول مصدر على طول. تمام? في حالات برضو بيجي بعضها المصدر عادي. تمام? في حالات بيجي آآ بس هنا الحالة الموجودة. we will have to get the phone right away. آآ we will have to get the phone. آآ have to get. آآ آآ وهنا مفعول. عاقل ولا غير عاقل? غير عاقل. آآ we will have to get the right away. احنا لازم نحصل على التليفون متصلح الان. احنا عايزين التليفون بتاعنا يكون متصلح الوقت حالا. fix ولا fixes ولا to fix ولا fix. هنا get ومفعول غير عاقل. تمام? يبقى هتاخد تصريف الثالث. طبعا ما جاب لك هنا مفعول غير عاقل. اعرف لو تصريف الثالث بغض النظر عن الفعل اللي قبله ايه. تمام? هناخد. لو المفعول غير عاقل. غير عاقل. هتاخد التصريف الثالث بغض النظر عن الفعل اللي قبله ايه. سواء جيت جت بقى او 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 لد او اي حاجة واي حاجة دي. باخد التصريف الثالث. لان هنا تبقى مفعول با. تمام؟ غير عاقل. ده دكتور midda patient in bed. الدكتور سمح للمريض بتوان shoots. السرير او يبقى في السرير او طلب منه ان هو ينام في السرير او يبقى في السرير يعني ما يخرجش يعني قعد في السرير ومن كده تستريح يعني هنا بعدها مفعول عاقل وغير عاقل مفعول عاقل دي عاقل انسان ولا تستايد ولا تستايد تمام يا شباب لما اجيب بعدها مفعول عاقل ها بجيب ايه بجيب المصدر على طول لا بتستايد مش هتنفع لان في ميد المفعول عاقل مع المفعول غير العاقل مش مبني المجهول هنا مش هتنفع انا عايز ادهن البيت قبل الايه قبل الشتة تمام وهنا عاقل ولا غير عاقل غير عاقل اول ما تقول غير عاقل يعرف اللي هو التصريف الثالث على طول بشكل مباشر ما تفكرش ما فيش وقت التفكير رقم خمستاشر او اربعتاشر ارجوجه محدش يكتبلي في التعليقات يا مصدر انت بتقولي الاختيار على طول الصحة ما بتفسرش الغلط التانيين ليه اخترت ده انا بقول لك انا اخترته ليه انا بقول لك جت بعدها مفعول عاقل غير عاقله فعلى طول القاعدة بتاعتها بتظهر على التصريف الثالث تب ليه ما اي اختيار تاني لان اي اختيار تاني مش مش تصريف الثالث فمش هينفع مش متوفر فيه الشروط تمام انا بختار لك الصحة اطول ليه بوفصر لك اخترته ليه وانت بناءا عليه تعرف لما اقول لك ليه ده اللي صح بناءا عليه تعرف ان التانيين مش متوفر فيهم الشروط اللي انا قلتها تفهم هالواحدة فعام انا بتشجع انكوريجز انا انا مفعول اللي هما يشاركوا في المناقشات اه منظمة او بطريقة منظمة. طبعا القريجي بتاخد حرف القريط و هنا مفعول عاقل يبقى معناها ايه? طلب مني. اننا عمل اخر عشان الاولاني كان فيه اخطاء كتير جدا. I was asked to do ولا doing ولا do. طبعا هتكون to do. I was اسكد تو دو. تمام? زي ميت بالزبط. يعني لو شولت اسكد ده وقلت ميت. تاخد تو المصدر. تمام? تمام. زي ميت بالزبط. طولوا بقى مني ايه? مش هتنفع لان اسكد لما ايجي قبلها في البيتو بيت ومبنين المجهول. تو والمصدر. مش هتنفع. دول واحدها. برضو مش هتنفع. عزيو انا خليت اخويا يسطب لي برنامج جديد. تمام? تمام? عاكل ولا غير عاكل? عاكل. تمام? وانا قلت لك. من غير ما بص على الاختيارات والله العزيز من غير ما بص على الاختيارات. هنا لما يجي بعدها فاعل عاقل او مفعول آآ عاقل ويجيب بعدها طول مصدر ويجيب بعدها والمصدر على طول المفاوض اصلا انت هتحاول تحل تحاول تحلل الجملة كده لما تبص على الاختيارات ممكن بس تبص على الفعل بس هو الفعل ايه غير ما تلقط المحتويات اللي فيه ما تضاف له ولا ما تضاف له ولا ولا مصدر ولا ماضي تختار الفعل بس تلقط الفعل هو ايه وتحاول تركبه وتحطه في الشكل المناسب ليه قبل ان بصل الاختيارات تمام احسن بكتير آآ هل انت تصنع آآ الاكل انا انت بتبخ الوقت يعني انا مشغول في عمل الواجب يبقى هو بيعمل الاكل ولا ما بيعملوش ما بيعملوش تمام انا بيتعمل لي الاكل اصلا مشغول في عمل الواجب تمام ايام ميكينج ات لو قلت ايام ميكينج ات يبقى انت اللي بتعمله مش هتنفع ايام هافنج ات ميد انا بيتعمل لي الاكل اه ايام هافنج ات ميد انا بيتعمل الاكل وطبعا هنا الزمن ايه نواهي يبقى مضارع مستمر مضارع مستمر محدش يقول لي امستر هاف هنا لدفن الله انجي لانها مش معنى يملك معنى يعد ايام هافنج ات ميد انا يتم اعداده لي اصلا مشغول في عمل الواجب تمام ممكن ديلكون صح هاد ميد انا عملته حتى مجابلش مفعول مش هتنفع اي ميك ات انا اعمله برضو مش هتنفع يبقى هي تبقى رقم بي تبقى رقم بي تمام اولا الزمن مضارع مستمر ثانيا ات اه ايام هافنج ات اه ات دي ايه غير عاقل عادي عادي ع الطعام فجاب لك الايه التصريف التايد بعدها والفعل هنا عادي في الزمن بطاعه اه مضارع مجتمر اتمنى تكون نفاهم ويجوي اور فود مت از اي اول يعنى بإه يعنى الاخل بتاعنا بتعمل ميد لاننا ايه مجغولين في المذاكرة ما شاء الله حال المذاكرة weد شوالي ها tour فود نركز كده our food اهه تمام عاكل ولي غير عاكل غير عاكل وهنا مت تصريف تالد كوهز ولا ميك ولا دو ولا هاف تمام دو يفعل مش هتنفع تمام ميك يصنع مش هتنفع انا بقول احنا نحصل على الطعام بتاعنا جاهز ايه لاننا من زاكي مسبب او يكبر او يدع مش هتنفع هي هتكون يا شباب هاف وي هاف اه اه فود ميد لان الفعل الاساسي اللي بيجي مع الفود بيبقى هاف تمام اه زي ما شفنا فوق هنا يعني هاف اتميد كلمة الطعام برضو هتبقى تاخد الفعل هاف تمام هل انت عادة بتغسل الموعين او واحد بيسأل المهم مشوف مين اللي بيسأل مين اما متأيل له انا دايما بخلي ابني اه يغسل للموعين هاف هنا انا اه بعدها مفعول عاقل وبعدها مصدر على طول بقى واش تنفع لان في هاف مفعول عاقل واش ديز برضو مش هتنفع لان باختر المصدر رقم عشرين بقول لك هنا يا شباب المحرك العربية ما اشتغلش اهو عاقل تقول مصدر اللي ما بيجي بيجي معها على فكرة دي تالت مرة تتقرر تالت مرة تتقرر اقول لك تقررت فين قبل كده اولا احنا هتقول مصدر يبقى ناخد طبعا بعدها مفعول عاقل اد اول مرة اهي في عشرين معلش اصبر معي اصبر معي واهي رقم اتنين راحت فين اهي رقم اربعة اللهم صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اهي رقم عشرين رقم عشرين رقم اربعة جات هنا قبل كده الوقت واحد فين لحس عشان بس ايه كل الافكار يعني بتتقرر تقريبا زي بعضها تمام بس انا فاكر انا احليت واحدة زيهم الوقت رقم اربعة اهي 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 رقم اتنين اتنين والتلاتة اتنين واربعة وعشرين هتلاقوهم نفس الفكرة بالزبط نفس الفكرة وتقريبا نفس الاختيارات بالزبط وفي التلاتة اخترنا جت جت اها بحظة بس عشان نحلل كده الدنيا وجت هنا وهنا برضو جت مفعول عاقل طول مصدر هتاخد جت مفعول عاقل طول مصدر هتاخد جت مفعول عاقل طول مصدر هتاخد جت تمام بس حال الكلام تمام بولك هنا انا هروح عشان اه عشان احلق شعري اه ده طول جدا تمام او اصر شعري مفعول غير عاقل بعدها تصفتات على طول مفكرش يبقى الاسيت مش هتنفع الاسيت مش هتنفع الانجتن الوقت اطوله ولا اصره مش هتطوله معروفة يعني شورتن شورتن تقصير شعري هل انت هتتورنش او هتلمع الشوز بتاعك ما اقول له او عاوزني المع لك الشوز بتاعك ما اقول له انا هعمل له النفسي لا ده معنى اللي انت حدا هعمله لك ايوه هي دي ايوال انا هلم معه ايوال بولش دم صورة يا شباب هي توقع لان هنا شوز وتعمل معروفة الجامعة ايوال بولش دم تمام ات دي مفرد من جاء به هايوه دي برضو اه حدا يعمله لك تمام انما قلت هم يبقى عادي ما اجيبش مفعول بعد الفعل. يوم المفعول بعد الفعل. آآ هو كان يعني بيشتغل ايام الجمعة. على الرغم من انه كان بيقرأ ايه العمل آآ في الاجازات. تمام. وهنا انا عايز اقول على العمل ايام الجمعة مع انه بيقرأ العمل ايه آآ في ايام في عطلة نهاية الاشبوع. تمام. هتبقى يا شباب. طبعا اللي بيجي اللي بيجي اللي بيجي اللي هي بمعنى اكبرا. ما فيش اي حاجة من دول معناها اكبرا. تمام? اكبرا على العمل يوم الجمعة لانه كان آآ على الرغم من انه ما بيحبش يشتغل في الام الاسبوع. او عطلة نهاية الاسبوع. دايما اعملوا بنفسك. آآ مفعول غير عاقل. يبقى ضغان تصفتها تعالى طول. لان ده مفعول غير عاقل. وقبله هاب يبقى ضن. مفعول اه تصريف تالت. هنا مفعول. هنا غير عاقل. مش هتنفع برضو مش هتنفع ناشة تصريف تالت. قوة حر يعني بشكل فضيح هنا. يبقى ايه? ده مفعول غير عاقل. وهنا تصريف تالت. او عايز يقول له هات او هات حد يسبت لك او يركب لك التكييف. الدنيا حر موت هنا. لت ولا تيك ولا هاو ولا هاد. طبعا يا شباب هتكون هاو هات حد يعمل لك تكييف او هات تكييف او حد يركب لك التكييف في القوضة. اه علشان اه. علشان الجو حر هنا. لت مش هتنفع لان المعنى مش معنى يدع او يسمح فمش هتنفع. يأخذ مش هينفع يأخذ. هاد مش هتنفع لان ده فعله امر ولازم يجي في المصدر. هل انت هاد هنا وهي مفعول غير عاقل وتصريف تالت. هل انت حد. اضف لك للغرفة او زين لك الغرفة. عمقل له انا عملتها بنفسي مبارع. يبقى اي ديكوريتد ات. مش هينفع لانا باتكلم على يستردي وده مضارة تان مش هينفع. مش هتنفع برضو. مش هتنفع لانا لقلت هاد ات ديكوريتد يبقى حد عملها لك. انما انت اقولت هنا myself. اي ديكوريتد ات ميساف. ايوا هي دي اي ديكوريتد ات myself. اي هاد ديكوريتد ات برضو مش هتنفع ماضي ثام ليلة لان هنا عندي ماضي بسيط. يبقى اي هاد ديكوريتد ات وده رقم ستة وعشرين. تمام? هل الطريق الرئيسي في بلدتك بيتم رصفه? تمام. هل تصف تاتة على طول ما بدون المظر الى اي اشيء? هل تصف تالت تصف الان جي وده مصدر وده مصدر مش هتنفع. تمام? يبقى ايه? اه هاد تصف التالت. ابني اقبر ان هو ينظف الشابيك قبل ما يطلع بره يلعب. قلت لك ميد وابلا فيل بيتو بي يبقى طول مصدر على طول. اعرف كده على طول. مجرد ما بص لأي حاجة. هي بص واحد ازعبها بيساوي اتنين. تال موضوع بنسبالك. عايز اقول انا ما تمكنتش اللي انا اه هم تو تشينج. انا ما عرفتش ان اخليه اقنعه اللي هو يغير رأيه وقضي نهاية الاسبوع مع انا فين في القرية. اولا ده المصدر. دي والمصدر. تمام? وايه? مفعول عاقل. المصدر مش هينفع معها ومش هينفع معها لات. لان بيجي بعضهم لما يجي بعضهم مفعول عاقل بياخدوا المصدر بس. مش والمصدر. تمام? هتكون بقى طبعا هتبقى. اه اه اتمكن من جعله هنا. اللي هو مش يسمح. انا عايز اقول يجعل او مش هتيجي بمعنى يكبر قوي بس معرفتش اخليه يقعد معانا. او معرفتش اخليه يغير رأيه. مش اللي هو مش هتنفع مع المعنى. وان كان اللي هو بيجي بعدها برضو مفعول عاقل وتو والمصدر. تمام? تمام. هتجينا لوقت الحالة لقلقه. تمام رقم تاتين بقولك هنا ايا تمام ركز كده مع بعض. عندي شي اللي اللي قبل المفعول واللي بعد المفعول. اركز انا فين? في المفعول. المفعول ده عاقل ولا غير عاقل? مفعول? عاقل. يبقى بعده هيجي حاجة من الاتنان. يا مصدر يطول مصدر. تمام? يا مصدر يطول مصدر. تعال بقى نشوف كده الاختيار التاني. طايد دي مصدر ممكن تيجي. مش هتنفع لانها فوائي نجي. طايد دي تنفع وطايد دي تنفع. تمام. آآ تعال نشوف كده الاختيارت بقى. يبقى انها دي كده ايه? مش هتنفع. وبعدين مفعول عاقل ومصدر. ممكن دي تنفع. مفعول عاقل ومصدر. لعن ما اللي هو هتقول. يبقى مفعول طول مصدر. يعني ايش هتنفع. او جت برضو مصدر. لعن مفعول طول مصدر. يبقى الاولى ان ايه هي اللي هتنفع. تمام كده. خلت اخوتها يزبطوا ايه? السرعية. انت المفروض تسأله او تطلب منه ليه هو عمل الخطأ ده. شد. هم مفعول عاقل. مصدر. يبقى استبعت جت. ليه? لان المفروض يبقى طول مصدر. هاف ولا لو هنا مش هتنفع لو متسمحش لحد معنى الكلام مفيش السماع او انك تدعى حد يعمل حاجة. هاف هاد ولا هاف? تمام. هنا بتحتمل معنيين. يعني من وجهة نظري هنا بتحتمل معنيين. لو انت قلت له لو انت اخترت الاختياري رقم بيه ده معناه اللي انت بتنصحه. شود والمصدر نصيحة. انما لو شود هاف والتصييف التالت دي لوم. انت كان لازم تستفسر منه. ليه هو عامل الخطأ ده? صيغة لوم. انما لو اخترت اختار التاني. لا ده انت لازم تسأله وتستفسر منه. يعني خليه شرح لك ليه هو عامل كده. صيغة ايه نصيحة. تمام? او بتنصحه بحاجة. على حسب بقى لازم محمد على حسب المعنى هنا. بس طبعا ده يعني يكون الاقرب اللي انت بتنصحه. تمام? عده يبقى هاف. بس برضو الاختيار التاني على حسب المعنى. بس ده ممكن تكون اقرب للصعب. احنا ان احنا ناخد صور داخل القصر من الايه? اه تقم الحراسة او تقم الامن يعني. او انا عزو بها لم يسمح لنا التقاط صور ايه? في القصر. يسمح هنا بقى هي لا تنفع. اللاعد لم يسمح لنا. محدش ملك حاجة ولا هاف برضو حسب ملك حاجة ولا جد محدش ملك حاجة. ايجوالي وانس امانس. تمام? انا في العادة اه بقص شعري مرة في الشهر. ما انت ميك ومفعول اه غير عاقل. لازم اجيب اه تصف تالت. مجابش حاجة مش نافع. هاف قط هاف قط ما هير انت بتقص شعرك هنشوف ولا جيت ما هير ما انت لازم اتجيب مفعول بعد او فعل ايه ايه لازم اجيب فاعل هنا اولا هاف قط لو قلت هاف قط هاف قط ما هيير يبقى انت لابتقص شعرك لنفسك انما لو قلت اي هاف مي هير قط يبقى حد يبقى يبقى شupsك شعرك وطبعا عارفين المحدث بيقص شعرك لنفسه حد بيحلق لك اكيد. هاف ساقف? اه لو انت طلبت اه لو انت طلبت بهدوء او بشياكة او سألت بهدوء مامتك ممكن اه ممكن تديك قطعة تانية من الكيك تمام او تسمعك اللي انت تاخد قطعة قطعة كيك قطت منها بادب وهي هتخليك تاخد قطعة كيك تمام اه ومفعول عاقل وهاف مصدر بتنفع ماشي هتجعلك مش هتنفع هنا الفعل هنا يعني معنى الكلام مش وطبعا مش هيجي قبلها اه ما بيجيش قبل الفعل يعني اه ما بيجيش بعدها المصدر يعني مش هتنفع اه واصلا ما بيجيش بعدها اه قبلها ولا بيجي بعدها تنفع غلط اصلا يجعل مش هتنفع هنا المعنى مش يجعل او يكبر تمام ولا يحصل على وهنا برضو مش هتنفع اللي هي ستدعك هنا المعنى يدع رقم خمسة ثلاثين يقول لك هنا احنا لن ندهن منزلنا بانفسنا ده هيدهن لنا بواسطة دهان او رسام او نقاش محترف او زاكي جدا اولا احنا اللي مش هندهنه يبقى لن ندهنه ما انت قلت ان احنا مش هندهنه فانت هتقرر تاني ليه ما خلاص بقى هنا احنا وقال لك في الجملة التانية هنخلى حد يدهنه يبقى مزبط احنا هندهنه كمان جايبها مستقبل تام مش هتنفع برضو طبعا لو اخترنا رقم يبقى انتم اللي هتدهنوه بس هم قالوا في الاول احنا مش هندهنه سنحصل عليه مدهون ايوة هندهنه احنا لا يبقى هي تبقى يا شباب رقم لانها خلى حد يدهنه ات اهي مفعور غير عاكل عايد على مين على الهاوس تمام وانا اجلو التصف الثالث جميل او ايام مفعول غير عاكل اللي هو اه تصلح يعني الان اه تمام ولا 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 ما فيش هنا هندي بيسمح لحاجة او عايز اقول انا عربية وتصلح الان تبقى برضو مش هتنفع تمام ميكان اللي هو يكبر او اي اي يجعل هتبقى انا عربيتي يتم تصليحها الان ميكان اصلا تبقى اللي قبلها بيقى لو خط ميكان اللي قبلها بيقى مفعول به اي 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 انما هنا ده يعني يحصل على شي اي اي انا روحت لبنك عشان عشان أصرف الشيك ممكن تتنفع تمام ركز معها بقى كده تعال نشوف الجملة لي تعال نشوف يختار يختار كده اللي أجعل عولاً يجعل أو يكبر فمش هتنفع أصلاً مع المعنى هي ما عايز لكي أصرف الشيك أو لكي أحصل على الكاش من الشيك أو الفلوس من الشيك مفعول غير عاقل والتصفيف الثالث ممكن تنفع دي لا مش انت اللي هتخش وتصف الشيك وتجيول في اسم الخزنة لا يعني دراني هو تختار ترقم سيد اللي هيبقى معناها أنا صرفت الشيك مش خليت حدي السفول لا انت هتخلي حدي السفولك في الواقع هتخلي حدي السفولك فده مش هتنفع مش هتنفع اياه جبئاً مش هتنفع برضو أنا عايز السببية هنا أخلي حدي السفولة وأحصل على الكاش من الشيك طبعاً هخلي حدي نعمل الموضوع ده مش انت اللي تخش تعمل بنفسك بابا لانه ايه بيقوم بمهام او مشغول في حاجات تانية يبقى هيخلى حد طبعاً هنا الكلام اللي ماكتوب تحت هيخلى حد يكتب اللي ايه كرة الدعوة هو اللي هيكتب لا مش هيه ولا هيكتب هيكتب لا مش هو اللي هيكتب برضو هيبعت البطول لا وبعدين مفعول غير عاكل وتصرف ثالث ده معنى اللي هو يخلى حد يعمله ليه لأنه مشغول تمام؟ لأنه هو مشغول هاف مفعول عاكل ثالث مفعول غير عاكل سوري بعد ما احنا بدأنا اللي احنا ايه يعني نستقبل الضيوف اولا افتر هنا وماضي بسيط يبقى انا عايز هنا ماضي تام افتر وي make all the preparations واللي هاد all the preparations done او made واللي are making all the preparations واللي هاف هاد all the preparations made انا قلت انا عايز ماضي ايه ماضي تام يبقى استبعد هاف هاد لأنها مضارع are making مضارع مستمر make all مضارع بسيط مفيش هاللي هاي had all the preparations made سهلا او تمام وهنا ايه برضو سببية had اهه وعندي مفعول به غير عاكل تمام والتصف الثالث ده معنى اللي هم مش اللي عملو الاعدادات والتجهيزات للحفلة تمام حد يعمل له تمام كلا شرب تمام اراكم اربعين بقول لك هنا عايزين خصونا الدرس الدرس رخم we add the dry cleaners to tomorrow لا اله لا الله عايز اقول للي احنا هن هنودي اللي كستير للمخسلة عشان تتغسل بكرة we clean the curtains او لو قال we will clean يعني انتو اللي هتخسله تمام بس هو هنوديها للمخسلة يبقى اكيد مش هما اللي يقوموا بالفعل هما يعصروا على الحاجة معمولة يبقى يخلوا حد تاني يعملها we will have clean ده برضو ده مبني للمعلوم اللي هو هما اللي هيعملوا الحاجة بس مش هما اللي يعملهم هما هيوكروا حد يعملوا we going to المففوض ديقول are going to مسلا مش هتنفع we will have the curtain cleaned ايوة هي عكس اللي فوق يعني اللي فوق لاحظها كده we will have هو قالك هنا the curtains وهنا cleaned the curtains وهو قالك the curtains cleaned لو اخترت اللي فوق يبقى هما اللي هينظفوه ولو اخترت اللي تحت يبقى هيخله حد ينظفها تمام بس هما قالوا ايه هنودها المخسلة dry cleaners the tomorrow يبقى اكيد مش هما اللي هيعملوها يبقى دي غلط يبقى دي هي اللي صح بالله عليك اتمنى تكون فاهم ولكن علي is he is always lazy and never does it on his own علي يكون he is always lazy هو دايما كسول and never does it on his own وعمره ما بيعمل حاجة بنفسه بيبقى اكيد حد اللي بيعمله علي is doing his own work لا ما بيعملش الواجه بتاعه getting done his own work بيحصل عليم يعني 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 لو اه اه لو his own work ده هي قبل done كنت تنفع تمام انما هنا هو اللي بيعمله ايوة هي ده يا شباب بيحصل على الواجه بتاعه معمول انه دايما كسول وبروتا ده اه he is done his own work بيعمل الواجه بتاعه لا مش هده انفع برضو يبقى هي دي هي شباب رقم سي برقم 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 معمول getting his own work done get ما بفعول غير عاقل تنسف تعليu علي is he is clever اهو هنا بقى هو اللي ايه انتصاد هارد انتصاد هارد بيعمل الواجه بتاعه هنا بقى زاكي ومكتهد في دروس وبيزاكر يبقى هو هنا اللي بيعمل الشغلانة دي ده انجهزه موارك ممكن getting done his own work اه مش هتنفع اه هي تبقى انجهز انه هو اللي بيعمل هنا ما هنا دي سبابية برضو بس حتى غلط سبابية غلط كمان food his own work توقف النص getting his own work done لا هو اللي بيقوم بالواجه بتاعه لانه هو ساكي وبساكي done his own work he is done his own work اه is بيجيش بعضها لان كده هتبقى مبني المجهول فمش هتنفع فلازم نجيب لان علي هنا هو الفاعل علي هنا هو يا شباب علي هنا هو الفاعل رقم تاته واربعين before going to yesterday's wedding party yes i got a technician to fix it انا حصلت او خليت technician او كهربا يصلح وعايز يقول له هل انت صلحت الكاميرا بتاعتك قبل ما تروح اه حفلة اه الزواج بتاعهم برح تمام عندي عندي before وفربا اي نجي ويبقى ماضي تام ماضي تام بادي مضارة استبعد بادي مضارة هاستبعد هل انت صلحت الكاميرا بتاعتك ولا هاد هالحد صلحت لك الكاميرا بتاعتك هي هتكون الرقم مقال له ايه اه دفي واحد تقني هنا تقني هو اللي يصلح تمام تمام بولك هنا ايه لانه دايما مجمول في الشغل بتاعي وهنا دايما بكون هدوم لانه مشغول دايما لأ انت بتخلي هد يكون هدوم بتاعتك اختلنا الاولى يبقى هو اللي بيكون هدوم بس هنا مش هو اللي بيكون هدوم ليه لان حد بيكويله لانه هو دايما مشغول. تمام? اضعوا اللون كده. تمام? لانه هو دايما مشغول. بيرضو هنا هو اللي بيقوم بيها لو اخترناها. هنا ده هيبقى فاعل كده. لو ماي كولوزز ايرنود كهتنفع. هاب ماي كولوزز اا ايروند. اكلف حد انه يعمل له يكويها لانه بيبقى مجغول. اه هي تنفع. بارضو بعمل هدوم في الموضوع مش هتنفع. هي تبقى رقم سي. بكلف حد يعمل له هدوم لانه ببقى مجغول. تمام? لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. خمسة واربعين بولك هنا. عربيتي كانت بتصلح. this means that i my car was repaired. تصلحت. ده عنها لنا صلحتها? لا. i had my car repaired. ده معناه that i had my car repaired ولا had repaired my car? لا مش هانه صلحتها. طب رقم اتنين بقول لك هنا رقم بي. need to have this mechanic checked. عندما يحتاج have this mechanic اه جايب لك اه 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 this machine اه مفعول غير عاقل. تمام? وجايب لك اه التصريف الثالث. انا اه need to have checked this machine. ده برضو معناه اللي انت. انت لها تفحصها. مش هتنفع لان انت تجيب حد يفحصها. must check او check this machine برضو ده معناه اللي انت الفاعل. بس مش هتنفعها هي هتكون اي يا شباب? رقم بي. تمام? رقم تسعة وشرين او تسعة ورشين او تسعة ورشين يقول لك هنا هي اه اه وين ده بربر قط his cheek او cheek صوري اللي هو الخد بتاعي. هو ايه عندما اه البربر او الحلاء عور خده اه بالصدفة او عن غير قصد يعني عن غير قصد او عن غير عمد. انا عايز اقول وكان بيحلق لما الحلاء عور خد الخد بتاعه. او هو اللي كان بيحلق نفسه. ولا ولا مكان في الماضي فهو اللي مش هتنفع. دي معناها هو اللي كان بيحلق ومش هتنفع. ودي معناها هو اللي كان بيحلق فاش هتنفع. فهتبقى رقم ايه شباب رقم سي لان ده هي اللي معناها هو كان بيتحلق له. والحلاء اه يعوروا عن غير قصد. تمام? ده رقم كام تمانية او تسعة وخمسين. رقمت خمسين ولك اه تساربين. خمسين ولك انا رحت للمستشفى ليه عشان افحص الدم بتاعي او ايس الضغط الدم بتاعي عشان ده برضو مبني المعلوم عشان افحص الدم يعني ايس الضغط الدم يعني انا اللي هعمل العملية اياس الضغط الدم. بالطبيعة انت بتروح للمستشفى وممرضة مساء هي اللي بتايه بتقس لك ضغط الدم. يبقى هي انت هتخلىها تعمل لك. يبقى السفابية. ولا لا لازم يكون تصريف تالت له عشان ضغط الدم هنا. مفعول زي راقل. اه هاني توقف في وحطة عشان يعمل ايه? ولا هاف. بحطة البطرول الشباب او اللي هي البنزينة يعني. عشان يبقى التنك بتاعي عربي. هو انت اللي بتروح لبنزينة. انت اللي بتبقى التنك ولا الراجل هو اللي بيعمله? الراجل هو اللي بيعمله. يبقى هاف. تصريف هاف مفعول غير عاكل. وبعدين تصريف التالت. يبقى تبقى رقم بي. تمام? دي يجب ان مش هتنفع. ودي معناها اولا دي اه دي تصريف تاني او ماضي بسيط مش هتنفع. وبعدين دي برضو معناها تبقى اللي هو اللي عمل التنك برضو ايه? مش هتنفع يبقى رقم بي هي اللي صح. هذا الراجل هو اللي يعمله. دينا لاست ويك. يعني ماضي. تمام? اولا مش هتنفع لاني بتكلم في الماضي. طعا نشوف كده. هنا تبقى اه برضو مش هتنفع دي مضالة مش هتنفع انا عايز ماضي. قد اه دي مفعول غير عاكل. مش هتنفع والمصدر انا عايز التصريف التالت. يبقى ايه شباب هاد والمفعول غير عاكل. وهنا ايه المفعول اللي التصريف التالت للفعل. تدخل سيقول لك العادل. هو اللي عملها بنفسه. عادل. حد عمله العشاء. مش هتنفع ليه? لان اجيب لك هنا. هاز والمفعول غير العاكل والتصريف التالت. مش هتنفع انا العشاء بتاعه بس دي مضارع مش هتنفع. الطبقة اه عمل الاكلي بتاعه ايه وهي دي عادل هو اللي عمل الاكل بتاعه. تمام? بانا كم جملة يا شباب بانا واحد ادنين دقائم اربعة خمسة خمس جمل حاولت حلوم في التعليقات بقول ليه عشان بجد انا هبط من الشرح ولسه نشوف اه ان شاء الله وبعدين الترجع ولك هنا ايه من جمل دي يا شباب اول حاجة بقول لك هنا انا خليت اختي اه تلتب غرفتها دي صح ماشي ومفعول به هو مفعول عاكل وطول مصدر تمام صح حاجة مشكلة اختك المفترض اللي هي ترتب غرفة بتاعتها صح برض غلط ليه لان لازم يجيب بعدها طول مصدر انها اقبل لك المصدر هنا بس مش هتنفع فدي هتبقى غلط واكيد دي هتبقى صح انا جعلت او خليت اختي ترتب غرفتها ومفعول بها عاكل والمصدر عادي هم في مش هيا مشكلة معناها كلمة في العام او بشكل عام ونظر على الجانب الاخر لأ بشكل متوازن لأ برضو بشكل عام ايوة هي هتكون دي يا شباب وانا ابيجار على النطاق نواسع مش هتنفع برضو اي من جمل دي يا شباب بتاعها صح اه لو انت شغال الحساب نفسك الخاص يعني اه ده معناه في هذا عالم جديد تمام بالنسبة لك او اللي انت يعني هتجرب حاجات جديدة وهتعمل كل حاجة جديدة وهتعمل كل اللي انت عايزه طوام شغال الحساب نفسك ما انتش محكم بحاجة ما فيش خصومات بقى ولا تجي في وقت معين ولا كده لا هتلاع عالم مختلف تمام تعاني شو البنك توشر هنا المفوض دي دي كده صفة ملكية فمش هتنفع تمام وبرضو بجيب حنا هنا فمش هتنفع وانا المفوض بكون فيه هايفين هنا لاندي صفة مركبة برضو مش هتنفع يبقى رقم ايه يا شباب هي اللي صح لو انت هتنهي او هتخلص بتعمل خاتمة يعني للايميل او خطاب لو انت بتعمل خاتمة للمقال انت بتكتبه عن اه ان تبقى امنا يمكن تستخدم من دول دي اولا مش عشان اعمل خاتمة طبعا عشان ايه ابدأ الكلام حد بستخدمها للاضافة يعني في نص الكلام في الختام ايوة هي هتكون برضو معناها بالاضافة الى ذلك برضو مش هتنفع عمدي بستخدم اصلا اه علاوة على ذلك يعني او على الرغم من ذلك او مع ذلك بستخدم في سبيل المسال جميل دي معناها سبيل المسال عشان نعمل في الايميل او في المقال بقدم فكرة جديدة ولا آآ بوضح ان في دهشة وكده في الموضوع او مفاجئة بعبر عن الندم ولا هتبقى اه امسلة او طارح امسلة ايه من دول يا شباب بتاعها غير صحيح يعني في واحدة غلط والتادة انا اطرحت انه هو وهنا جيب لك الفاهل في المصدر بعد ذات و فالفاعل عموما مبجيب الفى في المصدر انت صح جيب بفاهي لا مش هتنفع لان جيبت بعدها ذات و فاعل ايه اه بيجيب الفاعل في المصدر حطر الفرم مفرد اذا مش هتنفع واكيد برضو تبقى صح يبقى يا شباب اختار الغلط هي هتبقى دي رقم سي برضو المصدر مفيش اي مشكلة يعني حصلت على سيارتها مفحوصة او متزبطة وحد اعملها لها اكيد السببية تمام مش هي اللي عملتها يخلت حد يعملها يعني دي السببية اكيد ان هي اتفحصت برضو مش هتنفع تمام كان ياجب انها تتفحص لا هي فحصت اكيد مش 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 كان ياجب انها تتفحص لا هي فحصت عربية ياسمين اتفحصت او اتفحصت ياسمين زكار كانت مشتحل تكون اتفحصت لا هي اكيد فحصت يبقى رقم بي صح مونا 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 تانية مش هتنفع لان دي سؤال الاسيغط اه الله سيدة محمد لو تلاحظ ان هي في جملة في جملة اعتراضية هنا جملة اعتراضية هي مفروض قبل عبرتة الوصل اجيب اه قمع فدي ما فيش قمع ودي فعسين من كلهم مش هتنفع ودي فعسين من كلهم برضو مش هتنفع طب هادة الاختلافة حاجة مختلفة تمام فكلمة مختلفة ايه ورقم ايه شباب هي قال لي صح القراءة توسع مدارك هنا اه بتثري ثقافتنا اه هنا معناها ايه شباب او بتدل على ايه اضافة تناقض سبب سبب برضو طبعا هتكون اللي هي اه سبب اه اضافة بتضيف يعني معلومات تمام لانهاء او اه لانهاء المقال بتعديل حالتها بل كده تمام انهاء المقال لك انا نشوف بشكل عام هنا في بداية الامر في الختام طبعا هتعتمد على اه اه معنى الكلام ولكنه ان الفلوس اه زي ما هي مهمة لكل حاجة واداية مهمة جدا على الجانب الاخر برضو وهي مصدر الشرور ومش هتشتري كل حاجة يعني هو يعبر لك هنا عن التناقض تمام اه تماما اللي فيها التناقض يا شباب تحت هي هتبقى الرغم من ان الماني مهم مش اهم حاجة او مش كل حاجة في حياتنا تعم لا يعني ان تحصل على كل شيء تريده دي احسن ختم ليها ليه لان هنا في تناقض في اه انا قرأتها طبعا قبل الفيديو بس انا مش هادرة مش هادرة اقرأت ده لاني عبطت فعلا اه الموضوع اللي حصل في الفيديو ده افني اصلا فهي بتعبر على التناقض ولما تقرأت شفوها على طرف اللي هي بتعبر عن التناقض حتى هنا جاب لك في التناقض بط هنا تمام دول ما فهمش اي حاجة بتدل على التناقض كلهم بيدل على ان الفلوس دي حلوة وكل حاجة وبتعمل كل حاجة في الحياة بس ما جاب لكش الجانب الاخر تمام اه بشكل نعام اعتقد ان التكنولوجيا اه سلاسوا حدين مش جاب لفوق الوقتي ان جينرال ان بارتكولار طبعا هتكون ان جينرال اللي هي بشكل عام السياحة هي الحقل هي حقل اساسي اه بفودي ما قال مش حقل الحقل دي اللي بتزرعه تعتبر السياحة مجال فرعي لا اساسي مش فرعي تعتبر السياحة مجال اساسي والذي لا يمكن الدولة الا هو يمكن الدولة السياحة هي مجال اساسي والذي يمكن الدولة من تنفيذ الكثير من المشروعات الاملاقة والمفيدة ايبا رقم دال هي اللي صح تمام يبدو مستقبل الغذاء غير مؤكد اه اكثر واكثر في الشرق الاوسط وشمال افريق ماشا حيث يواجه تزايد في العدام الامن الغذائي اللي هي العدام الامن الغذائي وسوء التغذية يبدو مستقبل الغذاء غير مؤكد اكثر واكثر في الشرق اصول اساسي حيث يواجه هنا تزايد في العدام الامن الغذائي وسوء التنمية لا دي شباب معناها سوء التغذية تمام يبقى رقم به غلط يبدو نصغب الغذائي لغير مؤكد اكثر واكثر في الشركة الابعد لا هي الشركة الاوسط. يبدو نصغب الغذائي غير متأكد. متأكد لا غير مؤكد. وكان يبقى غير امن احسن. غير امن. تمام? غير متأكد مش هتنفع في الشركة الاوسط وشمال افريقيا هزيوة هنا تزايد في النعدام العلم الغذائي وسوء التغذية. يبقى رقم اي يا شباب او رقم الف هي اللي صح. تمام? اه اكسبتنس او بيؤدي الى استمرار المشكلة. ان قبول النساء للعنف وعدم وعيهن بالحقوق وهن يؤدي الى استمرار المشكلة. صح? ان قبول النساء للتنمر. لا يعني عنف مش تنمر. ان قبول النساء للعنف وعدم ردهم بشكل صحيح. ده هي عدم وعيهم بحقوقهن. فمش هتنفع. نقبول نساء للعنف وعدم وعيهن بحقوقهن يؤدي الى انتهاء المشكلة. لا هي الى استمرار المشكلة. دي معناها اللي هي استمرار المشكلة. تمام? اللحظة بحقوقهن يمكن البطالة دهدد أمن وستقرار المكتمل على المصيح. وسكون حل هذه المشكلة من خلال استثمارات جديدة والتي ستوفي المزيد من فرص العمل ممكن يمكن البطالة أن تهدد السلامة والأمان البطالة تستطيع أن تهدد أمن واستقرار المجتمع المسي وسكون الانتهاء من هذه المشكلة من خلال رأس مال جديد لا هو مش من خلال رأس مال جديد من خلال تمولات جديدة تمولات جديدة اللي هي استثمارات طعم والتي ستوفر والتي ستوفر مزيد من فرص العمل بطالة تستطيع أن تهدد أمن واستقرار المجتمع لا هي مفوضة يمكن البطالة أن تهدد أمن واستقرار المجتمع المسي وحتى لك هنا اللي هو الانتهاء من هذه المشكلة الحل هذه المشكلة مش الانتهاء طعمي برقم به يا ده صح حتى حل هنا رقم خلصة ولكن البطالة والأمية هما سببان رئيسيان في ارتكاب الجرائم فيجب خلق فرص عمل الشباب تفظيف مش هتنفع ماشي نشوف كده الصح يعني يعني التعليم خلق عمل فرص عمل للشباب خلق عمل فرص عمل ايه للشباب رقم ستة اخر واحدة تقدم القوافل تقدم القوافل الطبية ضمن حياة كريمة خدماتهم بشكل مجاني من الكشف الطبي وصرف العلاج تمام؟ اللي هتبقى صح يا شباب هي هتبقى رقم وقلوا لي في التعليقات لي رقم هي اللي صح طبعا حالها بره للفيديو فاقول لي رقم دي ليه هي اللي صح وطبعا القطع محلولة في الفيديو بتاع القطع اتمنى انكم استفدتوا ربنا ان شاء الله على الفيديوهات الجاية وبعتز جدا عن الخطأ اللي حصل في اول الفيديو سبحانكم الله وحمدك ان شاء الله اللي اند استفقى ان قطبوا لايك اشوف فيديو جديد ان شاء الله قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته